مشاهدين الاترام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحوال التقسى المرتقبة لنهار الغد فالأجواء دائما ستبقى مشمسة تماما على المدن الساحلية بعد تلشي ضباب خفيف سيميز صباحة الغد المدن الساحلية الغربية الوسطى والشرقية نشاط رادي دائما سيتوصل فيما يخص المرتفعات الداخلية الشرقية مرفوق ببعض الأمطار احتمال أن تكون راديا هذا النشاط الرادي سيمتد إلى مناطق الجنوب الغربي للوطن وصولا لأقصى الجنوب الجزائري وحتى بمرتفعات الهجار والتصلي احتمال دائما أن يكون مرفوق ببعض الأمطار الرادية درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال هذه الليلة ولصباحة الغد تتروح ما بين 21 إلى 21 درجة بشمال الوطن لن تتعدى 32 درجة بشمال الصحرات 30 فيما يخص ورغلة وحتى بالنسبة لإليزي 32 بإنصالح 33 درجة بأدرى 34 بتندوف 24 إلى 26 درجة بتمنى رأسة واجع ناتي تقارب 28 درجة كلما انتجهنا نحو أقصى الجنوب الجزائري ظاهرة الغد بحول إلى الحرارة القصوى الدائما تبقى في استقرار لكن أعلى مقياس بشمال الوطن سيكون بغليزان شلف ومعسكر مع 43 درجة 34 بالعاصمة الجلفة والبيت 37 درجة بتزيوزو 35 درجة ببتنى قسامتين السطيف عنابس كيكدى 33 درجة فيما يخص قلمة 37 درجة بتلمسان 35 بوهران ومستغان ملنت تتعدى 41 بشمال الصحرات نفس مقياس بورغلة 45 درجة بأدرار إنصالح برج برجي مختار 38 درجة بتمنى رأسة واجع نات على مقياس هذه المرة سيكون بيتندوف مع 47 درجة تحت الدل للملاحة والصيد البحر نهار الغد فالبحر سيبقى مضطرب وخاصة على السواحل الغربية سرعة رياح ستشتد لتصل إلى 50 كم في الساعة البحر قليل للضراب على السواحل المصدع هادئ تماما على السواحل الشرقية سرعة رياح لن تتعدى 30 كم في الساعة ورياح ستأتي نظمة سيارة شرقية شمالية شرقية بالنسبة لكل السواحل هذا بالنسبة لنهار الغد بالنسبة للأيام القليلة القادمة يوم الجمعة استقرار تأمن العناصر الجوية الأجواء مشفسة تماما بالمدن السحلية عدد تشكل بعض السحب العابرة هذا على السواحل الشرقية أكثر كثافة على المرتفعات الداخلية مرفوقة برعود منعزلة فيما يخص المرتفعات الداخلية الشرقية أقصى الجنوب الجزائري درجات الحرارة القصوى الانتتعدى 40 درجة بالسواحل 30 درجة بالمرتفعات الداخلية وشمال الصحراص 40 درجة بأقصى الجنوب أما خلال أيام السبت وحتى يوم الأحد بحول الله فالأجواء دايما ستميد إلى الصفاء أجواء مشفسة تماما بالمدن السحلية لكن هذه السحب ستكون أكثر كثافة فيما يخص المرتفعات الداخلية مرفوقة بأمطار أرادية هذا على المرتفعات الداخلية الشرقية أقصى الجنوب الجزائري درجات الحرارة القصوى ستشهد نوعا ما انخفاض لن تتعدى 38 درجة بالنسبة للمدن السحلية 41 درجة على المناطق الداخلية 43 درجة بشمال الصحراص و40 درجة بأقصى الجنوب الجزائري